يا فهياتي يا برسيديد اشتركوا على حسن وحفاوة الاستقبال وعلى دعوتكم التي دعتوني لأي كان اتوجه إلى مصر لزيارتها جارفكني معي وفد ألماني رفيعا المستوى الاقتصادي وانا اشكر سياداتكم على هذه الدعوة وانا اتيت الى مصر وانا البي هذا الطالب وان هذه زيارة مهمة جدا بالنسبة لي انا شخصيا لسيما ان اخر زيارة قام بها رئيس التحادي الماني الى مصر كانت منذ اقرب من 25 عاما بمعايير الحضارة المصرية العريقة فان هذه المدة تعدو كأنها برهة زمنية قصيرة انما بآفق السياسة الخارجية التي يحدث فيها اشياء كثيرة فان تلك الزيارة تبدو هذه المدة 25 سنة كأنها ظهر مضى وهذا بكلمات اخرى سبب من الاسباب التي تجعلني سعيدا بوجودي هذا اليوم وان اتمكن من تبادل وجهات التنظر مع سيادتكم وهناك اسباب اخرى تدعوني للسعادة وهي انكم تتيحون لي الفرصة ان اشكر فخامتكم اشكر لكم دوركم الذين تقومون به والتي تقوم به مصر في البحث عن انهاء التوترات والعنف في الشرق الاوسط وسوف اكون برجوع الى هذه النقطة مرة اخرى في خلال كلماتي ولكن اتيح لي الفرصة ان اتحدث عن علاقتنا السنائية لا اريد ان اتحدث عن علاقتنا القديمة جدا ولكن علاقتنا التي تربط بين مصر والمانيا وانا ترجع الى مئات السنين ان الشحر الذي تكون لالمانيا على الالمان هو كان ولا يزال كبير جدا والانبهاربيا ان العلاقات التي تربط بين جمهورية المانيا للتحادية ومصر التعود الى اكثر من سبعين عاما هذه العلاقات السنائية يمكن ان نقول انها تاريخية وهي تقوم على الثقة المتبادلة والتنوع من خلال كلماتكم التي كنتها في لقائنا ان كلمة صنع في المانيا جملة لها مكانة عالية جدا ان التعليم الالمانيا تمتع بمكانة عالية جدا ايضا في مجال التعليم والعلوم وفي مجالات السياسة الخارجية نشارك ذات المصالح فخامة الرئيس السيسي وانا تبدلنا اليوم وجهات النظر حول فرص تعزيز اواصل التعامل فيما بيننا في هذه المجالات في اول نقطة في مجال التعليم انها لمن دوعي سروري ان التعاون بين بلدين في مجال التعليم جيدا جدا فيوجد هنا سبع مدارس المانية معتمدة بالخارج وتسعة وعشرون مدرسة شريكة اخرى يتم فيها تدريس اللغة الالمانية يوجد جامعتين المانيتان المانية مصرية وهذا يجعلني اشعر بسعادة وايضا بالفخر ان المؤسسات التعليمية الالمانية تتمتع بسمعة ممتازة لاسيما المدرسة الالمانية سان شارل برومي بالقاهرة والاسكندرية وكذلك المدرسة الالمانية الانجلية الثانوية بالقاهرة هذا اليوم او الموعد لي كان في مدرسة الالمانية سان شارل برومي وتمكنت من ان ارى هذا بنفسي ان ارى مستوى التعليم العالي وكان له اثر طيب على نفسي اعجبت بالثقة بالنفس والانفتاح والرغبة في المعرفة وحب الحوار الذي استطعت انا وجزء من وفدي ان نراه بين الطالبات سعيد ايضا بان اعداد المصريين والمصريات ممن يكررون تعلم اللغة الالمانية في ازدياد في السنوات الخمس الماضية تضع عدد تقريبا ليصل الى حوالي 420 الف متعلم للغة الالمانية واود ان اذكر ايضا المشروع الذي تدعمونه شخصيا وهو بناء مئة مدرسة المانية مصرية وانا اعلم انكم تدعمونه في غامتكم شخصيا لدينا سبع مدارس المانية ينقصنا الان بناء 93 مدرسة اخرى في اطار زيارتي سوف يتم توقيع اتفاقية التعليم العالي وهي بمثابة اشارة اخرى على التعاون الجيد فيما بيننا ان التعليم العالي والتعليم الفني يتعين ان نتوسع فيه وتقوية اواصره لتقويته في المصلحة البلدين الى جانب العلم والتعليم نلقي نظر على العلاقات الاقتصادية بين بلدينا يوجد حوالي ما يقرب من 250 شركة المانية تعمل في المانيا تعمل بشكل متميز واتمنى ان نقوي اواصر التجارة والاستثمارات فيما بيننا وان نتوسع فيها كذلك ان الوفد رجال اعمال المرافق لرفيع المستوى وهو هذا الامر دليل على الرافقة وان نتوسع فيها كذلك سيادة العيس نحن فخرون ايضا بان شركة المانية تقوم ببناء خطط حديدية طويلة بين قناة السويس والاسكندرية والقاهرة وتحديث الخطوط السقك الحديدية من خلال شركة زيمنت وهذا الامر هو في الحقيقة مشروع رائد مشروع ضخم لمصر رائع ورائد ايضا للمانيا من المتوقع والمخطط له انشاء ألفي كيلو متر من السكك الحديدية ولكن هذه فقط السكك الحديدية ولكن الى جانب السرعة التي سوف تتيح لهذه الكتارات وفي نقل الأشخاص والبضائع هو الجزء الخاص بالبيئة لأن هذه الكتارات سوف تقلل من انبعاثات الثاني أكسيد الكربون متزبط حوالي 70% هناك ايضا تطور في اتفاق اخر لتوقيع اتفاقية اخرى تتعلق بتشغيل سكه الحديدية من خلال شركة دويتش بان وتدريب تائك الكتارات للسوق الألماني والمصري وهذا نموذجا رائعا للتعاون في مجال العمالة الفنية بين بلدين وقد تحدثنا بالإضافة إلى تدريب قائد السيارات أيضا كيف يمكن أن نقوي أواصل التعاون كما بيننا في مهن أخرى لا يجب أيضا أن ننسى التعاون فيما بيننا فيما يتعلق بالتعاون الثقافي إن المعهد الألماني للأثار والعديد من الجماعات والعلماء يبحثون منذ عقود طويلة في مجال التراث الفرعوني ولكن أيضا في الحضارة المصرية القديمة ومهتمونا بالعصر العثماني وساهمونا في خلال الحفريات والمشاريع البحثية وترميم المباني في كسب والحفاظ على المعرفة والحضارة لقد كان ومعنا علماء ألمان هم من تعاونوا مع بحيثين مصريين في اكتشاف حجرة بالهرم لم تكن قد تم اكتشافها بالقبل واستطاعوا من خلال أدوات الرقمية من فك رموز ورق البردي أنا سعيد جدا بالنجاح العلمي والتعاون ولكن أيضا أن هذا النجاح العلمي سوف يكون دافع إلى آخر للتعاون الوسيق أيضا في مجال العلمي بين بلدين فخامة الرئيس قبل سنتين كنتم في برلين في أثناء زيارتكم بدعواتي لزيارة مصر كأن أكون بنفس سورة عن مصر وأن أسمع عن الحوار الوطني الذي بدأتموه سيادتكم يتم استكماله وقد قلتم أطلعتوني على التطورات التي بذلتم فيها جهدا كبيرا والإصلاحات ونحن نستغل هذه اللقاءات التي نقوم بها مع ممثل السياسة والمجتمع الاقتصادي لقد كان لنا لقاء مع ممثلين ممثلات عن المجتمع المدني والمؤسسات السياسية ولقد ناشأ لدي انتباع أن هذا البلد لهذا البلد مجتمع مدني شجاع واثقين من أنفسهم وطمحون يريدون لأنفسهم ولوطنهم الأفضل وفي هذا الإطار أتمنى لمصر أن يتطور الوطن وأن يتشارج جميع المصريين والمصريات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وأنا على يقين أن بلدكم سوف يستفيد بهذا الأمر بشكل جيد أيضاً وتستفيد أيضاً علاقتنا المتبدلة موضوع مهم آخر سيادة الرئيس لقد ذكرتموهم في كلماتكم أيضاً وهو بالطبع الوضع الراهن في الجوار المباشر لكم في الشرق الأوسط إن جماعة الإرهابية حماس كان قامت في السابع من أكتوبر بالهجامات التي شنتها جاءت بالعنف ويترتب على ذلك أن الناس في غزة يعانون وهم ينتظرون أخبار عن الأسرى الإسرائيليين وهم شهود على الضمار الذي حدث وعلى الأزمة الإنسانية التي حدث إن الحرب في غزة قتال وأن هذه المعاناة والموت يتعين أن يكون له نهاية نود نهاية لهذه الحرب نتود أن يكون هناك توافق ولكن الطريق إلى هناك هو طريق صعب هو يمكن أن نصل إليه مما يسمى بخطة بايدن ووقف إطلاق النار والإفراق عن الأسرى الإسرائيليين وأود الإشارة أن من بين الأسرى يوجد أسرى ألمانيا الجنسية ولذلك نحن نهتم ونحث على الإفراق عن الأسرى وعياداتهم إلى أسرهم وأن يكون لهذا الأمر أولوي كسوى لقد اتفقنا سيادة الرئيس أن وقف إطلاق النار في إسرائيل يتعين أن نتوصل إليه وأن نتوصل إليه والأسرى ما زالوا على قيد الحياة وأن يتمكنوا من العودة إلى أسرهم وأن وقف إطلاق النار وهذه قناعاتي هو الذي سوف نصل به إلى توقف التصعيد وأن من امتداد الصراع على المستوى الإقليمي ومن هذا فقط هذا الطريق فقط هو الذي سوف نصل به إلى السلام كل طرف له تأثير على الدولتين يتعين أن يستخدم قوته في التأثير وهذا ما تقوم به دولتي وأنا أعلم أن مصر تقوم بدور مهم جدا على وجه الخصوص وهذا الدور الذي تقوم به مصر نحن ممتنون له نحن ممتنون لفخامتكم للجهود الحسيسة التي تقوم بها مثل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس أنا أعلم ونرى ذلك في ألمانيا كل يوم في مساء في التلفزيون أن معاناة الناس في غزة لا يمكن وصفها في الأسبوع الماضية دعوتوا المتطوعين كانوا ألمان كانوا في غزة في وصال المساعدات الإنسانية إليهم وهم نقلوا إلي الوضع الصعب الذي هو موجود الآن في غزة أنا على أقين أنكم تعلمون أن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة منحها على المستوى الدولي المساعدات الإنسانية لغزة والأراضي الفلسطينية وقد قمنا منذ عام 2023 بزيادة المساعدات أكثر من ثلاثة أضعاف هذه المساعدات ما كانت لتصل دون دعم مصر إن مصر كما قلتم فخامتكم تقوم بدور محوري في إيصال المساعدات الإنسانية وهذا الأمر يستحق تقديرا كبيرا وأشكركم على ذلك كثيرا إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا وفي هذا التحليل نحن متفكون كذلك ونحن متفكون بأنه يتعين تغيير هذا الوضع وسوف يتغير فقط من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار إذا تكلمنا عن وقف إطلاق النار وإخراج الأسرة فإننا نتحدث عن اليوم الذي يلي هذه الحرب على المدهى البعيد يتعين أن يكون هناك الأمن والسلام في المنطقة للتوصل إلى حل الدولتين فخامة الرئيس في موضوع آخر نرى أيضا مصالح مشتركة فيما بين مصر وألمانيا وهو الأمن البحري في البحر الأحمر نحن نعلم ما هي الأضرار الاقتصادية التي تترتب على ما يفعله الحوثيين لمصر وإنني أريد أن أقول لسيادتكم أننا إلى جانب الأعصار السلبية لهجمات الحوثي فإننا مهتمون جدا بأن يكون هناك أمن في خطوط الملاح الدولية وأن قناة السويس مهم جدا لنا فهو قناة السويس بما ثابت شريان الحياة لنا ولأوروبا بالكامل أنني أعتقد أننا علينا أن الشركاء الغربيين والعرب أن نتوافق أننا لن نسمح أن تقوم أطراف مسلحها لا تنتمي إلى أي دولة أن تقوم بالتقويد مصالحنا وهذا سبب أيضا مشاركة ألمانيا في مهمة أسبيدس في النهاية فخامة الرئيس في اللقاءنا اليوم تبحثنا بشكل طويل أننا تحدثنا أيضا على التطورات في الجوار المباشر لمصر في ليبيا وفي السودان نحن نعلم أن مصر ذكرتم أن في مصر تسعة ملايين اللاجئ وأن مصر تحمل عبء كبير من استقبالهم لهؤلاء اللاجئين ونحن شاكرون ممتنون لفخامتكم لأنكم تتحملون هذا العب وأن في مجال التعاون الدولي ودور المجتمع الدولي عليه أن يسهم في إنهاء هذه الحروب وإنهاء الحروب أيضا في السودان والتوصل إلى نزعفة للتوتر وأن يكون هناك سلام في هذه المنطقة فخامة الرئيس هذا العرض الموجز من الممكن أن نضيف عليه كثيرا ولكن العرض الموجز يوضح أولا أن الأوقات التي نعيش فيها هي عصيبة وأن الأزمات متعددة ولكن ثالثا وهو ما هو المهم أننا نحن نعتمد على الدور مصر وهو دور مهم جدا في المنطقة ونحن ممتنون ونقدر التعاون بين بلدينا والحوار الصريح الذي أجريناه في برلين واليوم في القاهرة فخامة الرئيس أتوجه إليكم مرة أخرى بالشكر على حسنة وحفاوة الاستقبال